اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب عدم وقوع اي اصابات جراء الهجمات الساروخية الايرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات امريكية وقال ترامب ان بلاده ستفرض عقوبات اضافية على طهران لكنه اكد مخاطبا الشعب والقيرة في ايران ان يدى واشنطن ممدودة بالسلام اهلا بكم مشاهدين كان هذا خبر حلقتنا ونناقش ما وراء هذا الخبر الى اي حد ابعد خطاب ترامب شبح التصعيد العسكري عن المنطقة في اطار تدعيات مقتل قاسم سليماني وما هي المسارات المحتملة للتوتر الراهن بين واشنطن وطهران على ضوء ما صدر منهما حتى الان محملا بالرسائل الايجابي منها والسلبي جاء خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الهجمات الساروخية الايرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما قوات امريكية فبينما توعد ترامب بفرض عقوبات اضافية على طهران قال انها ستستمر الى ان تغير ايران سلوكها على حد قوله دعا من جانب اخر الى العمل مع ايران على الاولويات المشتركة كمواجهة تنظيم الدولة واكد للشعب والقيالة في ايران ان يد بلاده ممدودة للسلام وانه يريد لهم مستقبلا مزدهرا يستحقونه تقرير الزمير زياد بركات يلخص رد ايران على اغتيال اللواء قاسم سليماني اهو رد مكتمل على مقتل سليماني كما قال ظريف ام مجرد صفعة على وجه واشنطن كما اكد خامنائي لا يعرف بعد لكن طهران فعلتها ضربت وبحسب البعض انتقمت لمقتل سليماني في نفس توقيت استهدافه وسواريخها انهمرت على القاعدة التي انطلقت منها الطائرة المسيرة التي قتلته وذلك ما يجعل القصف الايراني محملا بالرموز للداخل فما ان اكتملت اخر مراسم تشيع قائد فيلق القدس حتى كان الرد على ان الغموض الذي يكتنف ملابسات الحدث قد يستمر طويلة فالدربات الايرانية بحسب وسائل اعلام امريكية كانت محدودة ومدروسة جيدة فلا قتل معلنين بعد في صفوف الجنود الامريكيين وهو ما قالت هذه الوسائل انه متعمد ايرانية وثم تمن ذهب الى ان واشنطن تلقت تحذيرا مسبقا بموعد الضربات والمواقع المسهدفة ما منح جنودها ما يكفي من وقت ليتجمعوا في مواقع محصنة وما يعدد هذا ان مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية اكد ان عادل عبد المهدي ابلغ من تهران شفويا بانها ستقصف وانه تلقى اتصالا من الولايات المتحدة كذلك بينما كانت السواريخ تتساقط على قاعدة عين الاسد الجوية رمى التهران الكرة في المرمى الامريكي واكدت ان لديها نحو مئة هدف امريكي ستطالها نيرانها اذا ردت واشنطن ما قد يعني ان الضربات قد تكون تفاوضية وهو ما كان وزير الخارجية الايراني يقوله علنا فنحن لا نسعى الى التصعيد او الحرب والرد اكتمل تعتف على هذا تصريحات رئيس الوزراء البريطانية التي شدد فيها على ضرورة العودة الى الاتفاق النووي لتشجيع الايرانيين فهل يحدث هذا في خضم مساعي اقليمية ودولية للتوسط بين الطرفين بحثا عن مخرج يحفظ ما الوجه لهما اسئلة تثار في مقابل اخرى ترجح تصعيدا عسكرية قد يكون متدرجا بين الايرانيين وواشنطن ناتنياهو يهدد برد ساحق اذا استهدفت اسرائيل وهو ما لم يفعله قبيل الضربات اضافة الى دول في المنطقة يعتقد انها ترغب في رد امريكي اكبر ان لم يكن ساحقة يحدث هذا على ارض العرب وفق منتقدي هؤلاء وبدمائهم وربما على حساب سيادتهم كلهم لو جلس المتصارعان على طاولة المفاوضات وفي الحالتين ليس ثمة من يخسر سواهم وضع حلقتنا اليوم نناقشه مع ضيوفنا في الستوديو دكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية ومن طهران صباح كان الديبلوماسي الايراني السابق ومن واشنطن ماثيو بروديسكي الخبير في مجموعة الدراسات الامنية وابدأ بضيفي من واشنطن ماثيو السمعت قبل قليل الى خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب هل جاء كما هو متوقع أم خالف التوقعات أعتقد أنه نظرا إلى الرد الايراني على الولايات المتحدة والهدف من ذلك كان تقديم عرض كبير بدون التسبب بقتل أمريكيين بدأ كأن ايران لا تريد التصعيد أو تحاول عدم التصعيد وبالتالي مجرد نظر ترامب يمكنه أن يتحدث عن نصر بحجم جيد حققه لكي يسكت نقاده الذين يتهمونه بأنه يجر الى المتحدة الى حرب ومن يقولون أنه لا يعرف ما يقوم به صراحة أعتقد أنها من أفضل اللحظات في رئاسته بالنسبة للسياسة الخارجية إذا استمر الموضوع للأسابيع المقبلة لا نعرف سوف نرى ما هي الردود التي ستأتي من إيران طبعا قد تحصل اعتداءات من كتائب حزب الله داخل العراق وهي تخضع لسيطرة إيران طبعا ولكن ما من قتل أمريكيين وبالتالي كانت هذه خطوة ملائمة قم بها الرئيس أنا لست متفاجئا بالنظر إلى كل التصريحات السياسية التي أدل بها من قبل بالنسبة إلى إيران أليس مفاجئا أنه كان يهدد برد قاس ورد كبير لو هجمت أي منشآت أمريكية ثم يتحدث الآن عن عقوبات فقط ماثيو ما أعتقد أنه فعله خلال المؤتمر كان جيدا تحدث عن إضافة عقوبات اقتصادية وحدد إلى أن تغير إيران سلوكها هذا يعني أنه يبقي سلوك إيران الإقليمي وأنشطتها الخبيثة أمرا منفصلا عن الملف النووي أو البرنامج نووي الذي تغش فيه إيران وهو يدفع أوروبا إلى التعاون في فرض المزيد من العقوبات سنتحدث عن ذلك لاحقا في البرنامج عن المسار الذي ستولي له الأزمة بعد ذلك لكن دعني أشرك ضيفي أيضا من طهران الصباح أحسن كنا الدبلوماسي الإيراني السابق نبدأ بخطاب الرئيس ترامب هل هذا الخطاب بالنسبة لإيران يعتبر شيء إيجابي أنه لم يحوي أي تهديلات بعمل عسكري تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء الحقيقة السيد ترامب واجه عدة احتمالات وارتفع صوته في بعض الأحيان وانخفض هذا الصوت في أحيان أخرى هذا إذا كنا ربما بقصة الراعي والغنم الذي كان يصرخ الذئب ثم تأتي أبناء القرية ويشاهدون ما في ذئب وبعدين هذا التنوع في الحوار والخطاب هذا لا يجعل ثقة لدى إيران بما ينطقه السيد ترامب السيد ترامب توصل إلى حلول بعيدا عن الثقة لأن الثقة هذه تحتاج إلى إجراءات لبنائها لكن أنا أسأل عن الخطاب نفسه كونه أنه لا يحتوي على أي تهديد بعمل عسكري على الأقل في الوقت الراهن طرم أن إيران لن تقوم بأي عمل عسكري أليس هذا شيئا إيجابيا بالنسبة لإيران إيران أيضا أعلنت بأنها لا تريد التصعيد لا تريد أن تقوم بعمل عسكري ما قامت به اضطرارا نتيجة الوضع الذي أوجده السيد ترامب باغتيال السيد الشهيد قاسم سليماني ومن هنا فإنها سترى مدى تحرك القوات الأمريكية للخروج من العراق وهذا مطلب أساسي طالبت به إيران وتطالب به كذلك شعوب المنطقة وخاصة الشعب العراقي وهذا كان حاضرا أيضا في خطاب المرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي اليوم لكن أستاذ دكتور سامي الفرج تبعت الخطابين خطاب علي خامنئي مرشد الجمهورية الإيرانية وأيضا الرئيس الأمريكي قبل قليل هل يمكن القول أن الأزمة عبرت مرحلة عبرت خط التصعيد العسكري الآن الحرب لم تعد وشيكا كما كانت إذا ركزنا على الأسلوب الإيراني في إدارة هذه الأزمة طبعا التصريحات والرسائل هي متوازنة وهي لا تريد تصعيدا ولكن أعتقد أنه طبعا الأسلوب الإيراني في العمل في المنطقة كما هو الأسلوب الروسي أو الصيني هو أن تعمل إيران تحت الرادار الأمريكي يعني على سبيل المثال نرى اليوم مشهدا عسكريا انطلاق صواريخ من إيران ذاتها من قوات إيرانية وليست من وكلاء إيران ضد أهداف في العراق الآن الذي أتصوره أن هناك ردود أخرى ستنسب إلى منظمات تريد أن تنتقم لسليمانيا مثل حزب الله العراقي مثل سرايا الخراساني مثل عصائب أهل الحق كلها تقول أنها سوف تنتقم سوف تنتقم من دول إقليمية أنا أتصور فهذا الاحتمال الأسوأ وهنا سوف تعود الأزمة إلى سخونتها أزمة مقتل سليماني التي كانت توشك بانفجار كبير في المنطقة يمكن القول أنه تم تجوزها الآن هل يمكن القول بذلك لا أن مسألة التصعيد العسكري أصبح الآن نحن في اتجاه خفض التصعيد وليس في اتجاه زيارة التصعيد أنا لا أتصور ذلك من منظور الاستراتيجي يجب أن نأخذ بعين لاعتبار الاحتمال الأسوأ وهو أننا في طريق التصعيد ولكن بوسائل أخرى الولايات المتحدة تتكلم عن وسائل دبلوماسية للضغط ومارسة ضغط حث أوروبا على الانضمام إلى هذا الضغط بينما إيران تريد حقيقة أن تجرب حظها بوسائل أخرى وهي عن طريق وكلائها الحرب اللامتماثلة إذن في مجمل هذه التصريحات سنناقش أيضا فيما يلي من موراء الخبر المآلات التي يمكن أن تسير إليها هذه الأزمة فيما بعد خطاب ترامب في عقاب القصف على القاعدتين في العراق وما صدر من إيران حتى أن يدعو للتساؤل أيضا بشأن مستقبل هذا التوتر بين واشنطن وطهران بعد مقتل سليماني وهنا أسأل ضيفي من واشنطن ماثيو بروتسكي الرئيس الأمريكي تحدث عن عقوبات ولم يتحدث أصلا عن تصاعد عسكري لم يتحدث عن رد عسكري وكأن هذه المسألة انتهت عند هذه الحد أو على الأقل قرئة كذلك لكن تحدث عن عقوبات وتحدث أيضا طالب الأوروبيين بالانسحاب من الاتفاق النووي وقال أن المستقبل يمكن أن يكون جيدا لإيران لو أرادوا السلام هذا يحدد المرحلة التالية وخطة الإدارة الأمريكية في التعامل مع إيران هل فسرت لنا أو شرحت لنا مزيدا من أو عطيت مزيدا من الضوء حول هذه النقاط السلاحة الرئيس يستمر في السراتيجية نفسها التي اعتمدها وهي حملة الضغط القصوى الاقتصادي على إيران من أجل حملها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات يتحدث عن الملف النووي واستفزازاتها النووية من جهة كذلك يرى سلوك إيران اطلقها صواريخ ارهابها في المنطقة اتحكها لحقوق الإنسان كل هذه القضايا الأخرى إذن هو يعمل على الجانبين في الوقت نفسه هو يدرك ويفقه أن إيران وجب عليها أن تظهر نفسها لأنها ضربت الولايات المتحدة ردا على قتل سليماني والمهندس ولكن لنكن واضحين هذا كانت مجرد وهو يدرك ذلك تم الإدراك وإيران تحاول أن تجد طريقا لها لتخرج من هذا التصعيد الرئيس ترامب قد تمكن فعلا من استخدام القدرات العسكرية لقتل سليماني من أجل أن يردع النظام الإيراني نوعا ما والآن سوف يوضيف المزيد من العقوبات على النظام وبرغم من ذلك قدموا له خيارا عليه أن يأتيها إلى طاولات المفاوضات والمشاركة في التفاوض كل هذا يعتبر نصرا للرئيس ترامب هل إيران مستعدة لذلك أسأل ضيفي من تهران السيد صباح زنكنا هل إيران مستعدة طبعا هو ترامب يريد أن يعيد الكرة إلى ما قبل مقتل سليماني وهو تصرفات إيرانية تقابلها عقوبات أمريكية بعيدا عن التصعيد العسكري لكن هل إيران مستعدة للعودة مرة أخرى إلى هذا المسار مسار ما قبل مقتل سليماني من حملة الضغط القصوى الأمريكية التي تخنق إيران في الواقع إيران أعلنت أن ما بعد استشهاد سليماني ليس كما هو قبل الاستشهاد سليماني الظروف تغيرت الولايات المتحدة ارتكبت جريمة هذه الجريمة لا زالت عناصرها الأساسية التي قامت بها وهي القوات الأمريكية لا زالت متواجدة ولا زال تحديدها قائم يهدد الأمن القومي الإيراني ويؤثر على علاقات إيران بدول الجوار وحتى ربما تكون العلاقة التي كان السيد الشهيد سليماني يريد أن يفتح لها طريقا للحلحلة مع دول الجوار الخليجية ربما تكون إحدى أسباب اغتيالة من قبل السيد ترامب وكأنه يريد أن يقطع الطريق على أي نوع من العلاقات الطبيعية بين إيران ودول الجوار إذن العامل الذي يسبب هذه الأزمات وهذه التوترات وهو الجيش الأمريكي القوات الأمريكية هذا لا زال قائم وكأنك وهذا الذي سبب هذه التوترات هو الجيش وجود الجيش الأمريكي موجود منذ مدة وفي ظل وجود الجيش الأمريكي كان هناك الاتفاق النووي الإيراني فلماذا تعتقد إيران أن وجود الجيش هو المشكلة أليست المشكلة حملة الضغط والحصار الاقتصادي الذي يوجع إيران كثيرا على أي حال الحال الذي حصلت المعطيات الجديدة باختيال السيد الشهيد هذا المعطى لم يتغير لماذا لأن العامل الذي قام بارتكاب هذه الجريمة خلافا للمواثيق الدولية وخلافا للعرف الدولية وخلافا لقواعد اللعبة أدى إلى نوع من الاشتباك الجديد قواعد اشتباك جديدة هذه القواعد الآن ما حصل هي جولة واحدة انتهت هذه الجولة انتهت لكن إيران لن ترضخ ولن تقبل ببقاء القوات التي لا زالت تهدد وكما صرح السيد ترام سابقا بأن القوات العراق هو محطة لمراقبة إيران والسيطرة على إيران وإيجاد الحدود القصوى لإيران إذن هذا غير مقبول هذا غير مقبول دكتور سامي الفرج لو كان مقبولا لما حدثت كل الأحداث التي وقعت في المنطقة قبل مقتر سليماني من مهاجمة السفن من مهاجمة رامكو العودة إلى ما قبل مقتر سليماني ليس خيارا جيدا بالنسبة لإيران أليس كذلك أكيد طبعا لأن إيران تريد أن تعرف أمنها بحدود أخرى خارج حدودها الدولية فمثلا تعتبر العراق هي حديقتها الخلفية تعتبر سوريا امتدادها إلى البحر المتوسط تعتبر اليمن وصولها إلى باب المندب هذا التعريف هو الذي يسبب ننوي إلى هذا الخبر العجل فقط الآن نقلة عن صحيفة The Hell الأمريكية تقول أن ترامب أبلغ رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه مستعد الآن للتفاوض مع إيران كيف تقرأ ذلك طبعا أنا تحدث من قبل عن قضية أن الولايات المتحدة لها خيارات متعددة وهذه الخيارات مثلا الخيار ولكن كلها تصب في الاستراتيجية الضغط الأقصى يجب جر إيران إلى مادة التفاوض من أجل اتفاق نووي جديد وهذا ما يريد إيران أن تردخ له بالنسبة لإيران اليوم عندما أطلقت صواريخها هي أطلقت آخر ما لديها من أوراق تفاوضية بالنسبة لاستخدام قدرات العسكرية ما الذي بيدها بعد ذلك هي أطلقت صواريخ من داخل أراضيها وما الذي بيد ترامب بعد ذلك ترامب عنده أشياء كثيرة عسكرية هذه قوة نووية كبرى القوة المهيمة على كوكب الأرض استعدة لهذه التعقيدات ولذلك هو الرئيس ترامب الآن مشكلته غير مشكلة القيادة الإيرانية مشكلته في بلده مشكلته في الكونغرس الذي يحاول أن يسيطر عليه فيده وليست مطلقة ولذلك يجب أن يتحرك في الوسائل الأخرى وسائل الأخرى هي جر إيران بطرق دبلوماسية بإقناع الآخرين إلى مائدة المفاوضات هذا الهدف الرئيسي لترامب ولماذا يقتنع سيد ماثيو برودسكي ولماذا يعول صانع القرار الأمريكي والرئيس ترامب على أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض تحت حملة الضغط القصوى هذه دون أن ترفع لها العقوبات هذه أمة قديمة وربما يشعر كثير من الإيرانين أنه تم المس بكرماتهم بمقتل سليماني هل يمكن إعادة الأمور إلى ما قبل مقتل سليماني وكأن شيئا لم يحدث هذا كله يرتبط بإيران قال الرئيس ترامب إنه مستعد للتفاوض مع القادة من طهران لتالى ما قال ذلك وبالتالي هذا ليس أمرا جديدا المقصود هنا هو أن على القادة أن يستفيدوا من هذه الفرصة وأن يأتي إلى طاولات مفاوضات قال الرئيس ترامب إنه لن يتخلص من العقوبات إنها اللعوبة نفسها التي استخدمها الرئيس أوباما لن يرتكب الأخطاء نفسها التي ارتكبت من قبل وضيفكم الذي يتحدث عن البروباغاندا من طهران يتحدث عن استخدام إيران أو استخدام الولايات المتحدة عفا للعراق دعونا لا ننسى أن في الأمس فقط إيران أطلقت صواريخ باليسيا ضد العراق دولة تهاجم الدولة حيث تتواجد الكوات الأمريكية إيران تريد أن تحول العراق إلى ميدان حال وفحة حال هل لدى ترامب مبادرات أخرى يمكن أن يقدمها للإيرانيين كي يعودوا إلى مائدة التفاوض هل بوست أن يفعل شيئا آخر أمكنهم أن يأتوا إلى طاولات المفاوضات حين كانت العقوبات أقل من ذلك أن طبعا الأمور لن تصير أسهل بالنسبة إلى القادة الإيرانيين بكل بساطة مرت فترة أمكنهم أن يشاركوا في مفاوضات يربحون فيها وهذا حصل في العام 2013 حين كان رئيس أوباما في الرئاسة الأمريكية إيران يجب أن تأتي إلى طاولات المفاوضات ولا يمكن للطف أن يضي بهم هناك صباح زين كنا لا عليك استمعت إلى هذا الخبر الذي ذكرنا قبل قليل نقل عن صحيف The Hill الأمريكية أن ترامب أبلغ رئيس لجنة العلاقات لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأنه يريد التفاوض الآن مع إيران هل الجمهوري الإسلامية مستعدة الآن للالتقاء بالرئيس الأمريكي صباح زين كنا حبيبي الحقيقة السيد ترامب لا يفكر إلا بالانتخابات المقبلة ولا يفكر إلا بالتخلص من ضغط الكونغرس ماذا عن الجمهوري الإسلامية ماذا عن إيران علما بأن الكثير من نعم ماذا عن إيران أنا أسأل عن إيران يعني إيران هل هي مستعدة إذا كان ترامب في خطابه حتى هذا يقول أن يده ممدودة بالسلام والآن يقول لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أنه مستعد الآن أو أنه يريد الآن التفاوض مع إيران ماذا عن إيران هل إيران تريد التفاوض مع ترامب الآن إيران كانت مستعدة ولازالت مستعدة للتفاوض بشرط العودة إلى ما قبل خروج سيد ترامب من الاتفاق النووي بالعودة إلى تلك الظروف إلغاء العقوبات الاقتصادية بذلك سيمهد الطريق للتفاوض وللتعاون في الشؤون المشتركة ضد الإرهاب وتنمية العراق والمساعدة على بناء العراق بدل أن يبعث القوات والجيوش إلى العراق ليبدأ البلدان وجميع البلدان ببناء العراق هذا ما تنويه إيران إذن هذا عن موقف إيران كما تقول سباح زنكنا دكتور سامل فرج مجلس التعاون الخليجي هل يمكن أن يلعب دور في المستقبل هل هو مازال قادر على لعب أي دور في المستقبل لأنه شاهدنا جميعا قلقا خليجيا واضحا سعوديا إماراتيا قطريا كويتيا عمانيا من الوتيرة المتصاعدة في الأيام الماضية لهذه الأزمة هل الخليج ممثلا في مجلس تعاون الخليج مؤهل الآن ويريد الآن ولديه إرادة أن يمنع مثل هذا التوتر مستقبلا الخليج منقسم مجلس تعاون منقسم إلى جهتين جهة تضم الكويت وقطر وعمان لا تريد تصعيدا مع إيران إيران جارة بالنسبة لنا وكذلك نكتوي بنار أي وسائل عسكرية بالنسبة للآخرين كانوا يعني يشاع عنهم أنهم يريدون ضربة أكبر لإيران أنا لا أتصور ذلك أتصور الخليج كله سوف يحترق ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نستبعد أنه قد تقوم هناك تقوم تهديدات لهذه الدول عن طريق المنظمات الوكيلة لإيران هذه لها أجندتها الخاصة وقد تكون أجندتها تحت التصرف الإيراني وقد لا تكون وهل يملك الخليج رفاهية أن تبق الأمور على ما هي عليه الآن لا لا يملك الخليج رفاهية الخليج سوف يحاول الآن أنا متأكد جدا أنهم يحاولون الآن أنهم يسيطرون على الوضع هذا ولكن لأنه لا أعتقد أن لا هم تم استشارتهم في مقتل سليماني ولا تم استشارتهم مقبل إيران في الرد على مقتل سليماني بعد أن هم يريدون دورا أكبر ولكن هذا لن يتحقق بالجلوس والإطمئنان إلى ما سوف تتويلوا إليه هذه الأزمة بدون تدخل دكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت لدراسات الاستراتيجية ضيف الفلسولي شكرا جزيلا لك أشكر أيضا ضيفي من طهران صباح زن كان الدبلوماسي الإيراني السابق وضيفي من واشنطن ماثي بروتسكي الخبير في مجموعة الدراسات الأمنية نتهاد الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن الله في قراءة جديدة لما وراء خبر جديد حتى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله السلام عليكم اشتركوا في القناة